اشتركوا في القناة اذهبوا الى دورة المياه قبل البدء واجلسوا حتى انتهاء الوقت ما اسم صورتنا؟ نعم صورة الماعون من 1 الى 3 ما هي اداب تلاوة القرآن الكريم؟ اضع يدي على صدري واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين بعد ذلك تأخذ المعلمة الحضور والغياب ايام الاسبوعي 7 نبدأها بيوم الاحد الاثنين الثلاثة الاربعاء الخميس الجمعة السبت بالامس يا اصدقائي كان يوم الاثنين ما اليوم الذي يأتي بعد يوم الاثنين؟ نعم الثلاثة بالامس يا اصدقائي كان التاريخ 19 ما الرقم الذي يأتي بعد رقم 19؟ نعم عشرون اذا اليوم الثلاثة التاريخ 20 من شهر ماذا؟ ربيع الاول ورقمه ثلاثة من سنة 1443 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حال التقص الان؟ مشمس غائم غبار منطر نعم تقصنا الان مشمس ننتقل الان الى المفاهيم الدينية من ربي؟ الله ما ديني؟ الإسلام ما النبي؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كتابي؟ القرآن الكريم اين الله؟ الله في السماء على العرش استوى كم عدد اسماء الله الحسنى؟ 99 اسم ومنها الظاهر الباطن اركان الاسلام خمسة اولا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ثانيا اقام الصلاة ثالثا اتاء الزكاة رابعا صوم رمضان خامسا حج بيت الله الحرام بعد ذلك نستمع الى انشودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ننتقل الان الى المفاهيم الوطنية من هو مؤسس المملكة العربية السعودية؟ الملك عبد العزيز ومن هو ملكنا؟ الملك سلمان ومن هو ولي العهد؟ الامير محمد ما لون علمنا؟ اخضر وابيض ماذا يكتب في العلم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله ماذا يرسم في العلام؟ السيف على ماذا يدل السيف؟ يدل على القوة بعد ذلك نستمع الى النشيد الوطني من يذكرنا يا اصدقائي؟ ما اسم وحدتنا؟ نعم وحدة الايدي لنستمع الان الى هذه القصة كان هناك عائلة واسم هذه العائلة عائلة الاصابع تتكون هذه العائلة من الاب واسمه الابهام والام واسمها السبابة والولد الاكبر اسمه الوسطى والبنت اسمها البنصر والولد الصغير اسمه الخنصر كانت هذه العائلة تعيش بحب وسلام إذن مفهومنا لهذا اليوم هو ماذا؟ أصابع اليد سوف نتعرف الآن على أسماء الأصابع هذا الاصبع اسمه الابهام يأتي بعده أصبع واسم هذا الاصبع السبابة وبعده الوسطى وبعده البنصر وآخر اصبع وهو الاصبع الصغير واسمه الخنصر إذن هذه هي أسماء الأصابع الإبهام السبابة الوسطى البنصر الخنصر يرتفع أصبع السبابة عند الصلاة وقت التشهد شاهدوا يا أصدقائي هذا الولد يصلي وعند التشهد يرتفع أي إصبع؟ نعم إصبع السبابة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الآن يا أصدقائي سوف نستخدم استراتيجية روليت الآن سوف نقوم بعمل تمارين رياضية يقوم الأطفال بتطبيقها عن طريق مقطع فيديو بعد ذلك سوف نشاهد الآن مفهوم الحركة عن طريق مقطع فيديو واليوم يا أصدقائي سوف نتعرف على حروف المد لحرف من؟ حرف الخاء ما هي حروف المد؟ نعم الألف اليا الواو نعم هذه هي حروف المد الثلاثة ألف ألف يا واو حسناً يا أصدقائي سوف نقوم بكتابة حرف الخاء بجانب هذه الحروف نشاهد الآن حرف الخاء من هي بنت الألف؟ نعم الفتحة سوف نضع فوق حرف الخاء الفتحة عندما يأتي حرف الخاء بجانب حرف المد الألف كيف أنطقه؟ خاء خاء الآن سوف نقوم بكتابة حرف الخاء بجانب حرف المد الياء من هي بنت الياء يا أصدقائي؟ نعم الكسرة سوف نضع الكسرة تحت حرف الخاء إذن حرف الخاء وحرف الياء حرف المد الياء كيف أنطقهم؟ خي خي الآن سوف أقوم بكتابة حرف الخاء بجانب حرف المد الواو من هي بنت الواو؟ الضمة عندما يأتي حرف الخاء وبجانب حرف المد الواو كيف أنطقه؟ خو خو انتهينا الآن من حروف المد سوف نشاهد الآن تجربة سباق الثلج عن طريق مقطع فيديو والآن نشاهد يا أصدقائي هذه الكتاكيت وهناك أعداد سوف نربط العدد الكتاكيت بالمدلول المناسب نشاهد الآن يا أصدقائي هنا الدجاجة يوجد هنا الرقم واحد الدجاجة الأولى يوجد فيها الرقم واحد أين المدلول المناسب لها؟ نعم هنا المدلول المناسب نشاهد الآن هنا الدجاجة كان موجود عندها الرقم اثنان أين الكتاكيت الذي عددهم اثنان؟ نعم هنا سوف نقوم بوضع أو بإيصالها بالمدلول المناسب هنا الدجاجة الرقم ثلاثة أين الكتاكيت الذي عددهم ثلاثة؟ نعم هنا والآن الرقم أربعة أين عدد الكتاكيت التي عددها الرقم أربعة؟ نعم هنا والآن خمسة نعم هنا هنا ستة هنا انتهينا من ربط الكتاكيت بالأحداد الآن الآن أقوم بقراءة جهرية لقصة لا خوف بعد الآن وتسأل المعلمة الأطفال عن هذه القصة بعد ذلك سوف نستمع إلى أنشودة هذه يدي وبعد الاستماع لها ينشد الأطفال هذه الأنشودة مع المعلمة وتسأل المعلمة الأطفال عنها انتهينا الآن من الوقت أراكم غدا إن شاء الله إلى اللقاء